ذكر لائحة العقوبات والمكافئات فإيه الجديد؟ بينما بتقرأ كل ساعة تقريبا عن قرار قد يكون جديدا من الكابتن محمد رمضان فالأكيد حتى الآن إنه لا لائحة معلنة بشكل رسمي من داخل النادي الأهلي بخصوص لائحة الفريق الأول لكن الأكيد إن اللائحة القديمة ستنسف تماما وهتتعمل لائحة جديدة هيتحط فيها عقوبات ممكن تكون مغلزة ومكافئات ممكن تكون أكتر مزودة محفزة بشكل كبير لكنها بكل تأكيد هيبقى فيها تغيير وهيبقى فيها قصص المشاركات هيبقى فيها قصص التأخير عن التدريبات هيبقى فيها قصص الحضور للمناسبات المختلفة سواء كانت أفراح ولا حفلات ولا افتتاحات اللي بالمناسبة أنا آسف جدا واخدة أكبر من حجمها شوية مش واخدة أكبر من حجمها بمعنى إنه ما ينفعش نتكلم عنها لكنها بكل تأكيد مش السبب الوحيد وراء خسارة الأهلي بطولة هي ممكن يتم تقننها ممكن يتم وضع لوائح لتنفذها علشان ما تبقاش مستفزة للجمهور دي النقطة لإنه مش أكيد إنه بيبقى فيه استفزاء مش أكيد إنها بتبقى هي سبب تشتيت ما ممكن الواحد يكون بيعمل ده عادي بس مش قدام الناس فالجدل حوالين القصة بتبقى أقل لكنها بتحصل إنما فكرة تقننها دي النقطة اللي بيتم تحددها في اللائحة المقبلة وده على مستوى قطاع الكرة بالكامل مش على مستوى فريق الكرة الأول فقط داخل النادي الأهلي بالمناسبة الكابتن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط في النادي الأهلي أصبح الآن مشرفا إشرافا كاملا على فرق السيدات وقطاع الكرة النسائية وهيقوم ده من القرارات اللي اتعملت في الأيام اللي فاتت بالتنصيق مع الكابتن شادي محمد مدير فريق الكرة النسائية وهيتولى المسئولية بشكل كامل ملفة الناشئين والأكاديميات محتمل أن يكون من اختصاصات الكابتن خالد بيبو المنصق العام يتسلم القطاع ملفات برضو هيتولى هو المسئولية وياخدها